اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وعلى آله وصحابته أجمعين حيا هلا بكم إخواني وأخواتي في حلقة متجددة من برنامج عدسة إثراء والذي يأتيكم عبر قناة إثراء الفضائية إخواني وأخواتي هل تعلمون نحن اليوم في أي يوم إنه يوم عظيم من شهر عظيم إننا في اليوم الثالث من رمضان وقد مضت ثلاث ليال من هذا الشهر علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة ما أملنا في هذه الليالي الماضية وماذا سنعمل إن شهر رمضان يا إخواني شهر جود شهر خيرات شهر بركات للمسلمين خاصة دون غيرهم ولكن أين أنت يا عبد الله وأين أنت يا أمة الله من بركات هذا الشهر إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في هذا الشهر وكان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر شهر الجود فماذا أنتم عاملون في جودكم مع ربكم سبحانه وتعالى والجود البذل فماذا تريدون أن تبذلون في هذا الشهر المبارك هل بذلتم الخيرات أم لم تبذلوا علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظم جدولنا اليومي ونقول ماذا فعلنا في ثلاث ليالي مضت هل فعلنا الأعمال الصالحة هل صمنا لله سبحانه وتعالى كما ينبغي لله سبحانه وتعالى لأن الصوم يا إخواني وأخواتي عبادة قلبية أكثر من لا تكون بدنية والصوم لم يخص الله سبحانه وتعالى من العبادات شيء بأنه له إلا الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن ربه الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولذلك لأن عبادة الصوم يا أخي ويا أختي بينك وبين الله بينك وبين الله فماذا أنتم عاملين في هذه العبادة مع ربكم سبحانه وتعالى هل راقبتم الله في قلبكم مراقبة من يعلم أن ربه سميعا بصيرا قريبا سبحانه وتعالى أم ماذا فعلتم في هذا الشهر الكريم أخواني وأخواتي الأعمال والأبواب كثيرة ما ينبغي علينا إلا أن نطرق هذه الأبواب وأن ندخل من هذه الأبواب وأن نعمل هذه الأعمال من هذه الأعمال المباركة من هذه الأبواب الجميلة إنها قيام الليل هل قمتموا الليلة يا إخواني مع الإمام حتى ينتهي وبفضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلدة المباركة بلدة الكويت أن هيئ هؤلاء الأئمة وهذه المساجد أن تكون مفتوحة للرجال والنساء حتى يسمعوا القرآن ويتبين فيها اللحمة الوطنية وأننا أمة واحدة في هذه البلدة المبروكة بلدة الكويت البلدة المباركة علينا يا إخواني أن نحرص على قيام الليل لماذا نقوم الليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هل قمنا لله سبحانه وتعالى كما ينبغي وإيمانا بأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة واحتسابا للأجر عند ربنا سبحانه وتعالى أم ماذا عملنا اليوم وفي الليلة الرابعة ومضت ثلاث ليال لرمضان وهذه الليلة الرابعة ماذا سنعمل في باقي رمضان؟ هل سنقوم لله سبحانه وتعالى حق القيام فنكون من الحائزين على أعلى الدرجات وأعظم الأجور من رب العباد سبحانه وتعالى أم ماذا سنعمل؟ هل قمنا لله أم لم نقوم؟ هذا السؤال لا أحد يجيب عليه إلا أنت يا أخي وأنت يا أختي هل قمنا لله كما ينبغي؟ هل خشعنا في صلاتنا لله سبحانه وتعالى؟ أم ماذا عسانا أن نعمل؟ أيضا من الأبواب والخيرات والبركات من أبواب هذا الشهر المبارك وخيراته وبركاته والأعمال التي تعمل فيه الدعاء ماذا عملنا في هذه الثلاثة أيام مضت؟ هل دعونا لله سبحانه وتعالى؟ يتأكد الدعاء يا إخواني خاصة عند الفطر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الصائم لا ترد وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان عند فطره وعندما يلقى ربه وقد وفر أجرا كثيرا فهل دعونا لله سبحانه وتعالى؟ هل أقمنا لله سبحانه وتعالى هذه العبادة عبادة الدعاء على أكمل وجه؟ دعونا بخير لأنفسنا ومن لهم حق علينا من أحيائنا وأمواتنا؟ أم ماذا فعلنا؟ دعونا بأن يخرج الله سبحانه وتعالى أنفسنا من الظلمات إلى النور من ظلمات النفس من ظلمات الشيطان إلى نور الإيمان ونور العبادة والانفراد برب العزة والجلالة سبحانه وتعالى أم ماذا دعونا ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا نفرط للصائم دعوة عند فطره لا ترد فلا تفوت هذه العبادة العظيمة أيضا يا إخواني السحر حينما نأتي ونتسحر في بيوتنا مع أهلنا نتذكر أن الله سبحانه وتعالى نزل في هذه الساعة نزل لأجلك أنت يا أخي ولأجلك أنت يا أختي نعم يقول أين دعوتك سأجيبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب دعوته هل دعوت الله في هذا الوقت؟ أم كنت ملتهيا في الأكل والسحور إلى غير ذلك؟ فلنلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة عبادة الدعاء ولندخل فيها وخاصة في هذا الشهر المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الدعاء بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أتى بآيات الدعاء وآيات استجابة الدعاء أتاها بين آيات شهر رمضان قال جل ذكره وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أتى بهذه الآية بين آيات الصيام وفرضية الصيام فالله سبحانه وتعالى رفع من قدر الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ويدعو ربه ويلجأ إلى ربه في صغائر الأمور وكبائرها فماذا أن تفاعل بهذا الأمر الذي عظمه رب العزة والجلالة وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في صلاتي التراويح والقيام حينما يدعو الإمام استحضروا قلوبكم وأنتم تدعون إلى ربكم سبحانه وتعالى فربكم كريم قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الدعاء من العبادات المقبولة التي لا ترد فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه وإلا تفيد الحصر أعطاه الله إحدى ثلاث أن يستجيب الله دعاءه أن يدخرها له إلى يوم القيامة أن يصرف عنه من السوء ومن القدر السيء على قدر دعائه فالدعاء هو التجارة الرابحة هو التجارة الناجحة فماذا عساكم أنتم فاعلين مع عبادة الدعاء وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي حق له أن يسمى بشهر الصيام بشهر الدعاء الذي حق له إعادة الذي حق له أن يسمى بشهر الدعاء فماذا أنتم فاعلين بالدعاء في هذا الشهر المبارك هل أنتم ممن يدعو الله سبحانه وتعالى أم من ممن يتلهى عن الدعاء بسخارف الدنيا وزينة التي يضعها الشيطان وأعوان الشيطان في هذا الشهر المبارك أيضا إخواني من الأبواب والخيرات والبركات باب وعبادة القرآن اليوم قد مضت ثلاثة ليالي أو أربعة ليالي من شهر رمضان ماذا فعلنا في هذه الليالي يا إخواني هل قرأنا في كل يوم مقدار يهيئ لنا أن نختم وأنا أعرف شخصيا أن أناسا في أول يوم قد ختموا وفي بعض الناس في يومين يختمون القرآن والغالب من أعرف جملة كثيرة من الناس يختمون في ثلاثة أيام وفي هذه اللحظة في هذه الساعة قد شرعوا بالختمة الثانية فالسؤال الحقيقي يا إخواني السؤال الحقيقي يا أخي ويا أختي ماذا فعلتم في جانب قراءة القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وكان يراجع مع جبريل القرآن في كل ليلة يلقاه في شهر رمضان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ويراجعه مع جبريل فماذا أنتم فاعلون في هذه العبادة العظيمة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشرة أمثالها وشهر رمضان يا إخواني وأخواتي إنما هو شهر الخيرات والبركات والعبادات والزيادة في الحسنات فاستزيدوا من قراءة القرآن حتى تكثر حسناتكم وبذلك يكون مغفرة لذنوبكم من ربكم سبحانه وتعالى أيضا يا إخواني لا نترك الأعمال الصالحة الباقية في هذا الشهر المبارك فشهر رمضان ميدان للمسابقة والمنافسة إلى أن نلتقي معكم في حلقة جديدة نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا إنه وري ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام فعالياتنا وأنشطتنا نلتقي بكم في حلقات مقبلة لكم منا أجمل تحية ومع السلامة